نقدر نبدأ في المحاضر إن شاء الله مساء الخير للجميع وأهلا وسهلا بكم في الممتدى الثقافي للجمعية الفلكية الأردنية حقيقة محاضرنا اليوم يعني دكتور حنى صابات وهو غني عن التعريف وحقيقة وهو من قدامى الجمعية الفلكية الأردنية طبعا وكان رئيسها الأسبق وعضو الهيئة الإدارية الجمعية الفلكية الأردنية الحالية الدكتور حنى صابات يحمل درجة الدكتوراه في الفيزياء الفلكية من مركز الدراسات الفضائية للشعاع في فرنسا وحقيقة وهو أول أردني يحمل درجة الدكتوراه في الفيزياء الفلكية من فرنسا دكتور حنى صابات له نشاطات أكاديمية وتقلد عدة مناصب وكان عميد معحد الفلكية وعلوم الفضاء في جامعة آل البيت سابقا وعمل أستاذا في الجامعة الألمانية وحقيقة عمل في عدة جامعات ومراكز أبحاث مختلفة وحقيقة عضو العديد من اللجان والمجالس العلمية في عدة جامعات وأشرف على عدد وأشرف على عدد من طلبة الماجسير في خصص علوم الفضاء والفلك وطبعا وهو كان رئيس الجمعية الفلكية الأرديني الأسبق وعضو مؤسس في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ونائب مدير مركز الفيزياء النظرية والفلكية CTPA وله العشرات من المقالات الفلكية العامة في الصحف والمجلات العربية والأجنبية وكذلك العديد من اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية حول موضوعات علوم الفضاء والفلك وله قناة خاصة على اليوتيوب الدكتور حنة صابات حقيقة غني عن التعريف يعني من أكثر الناس له محاضرات عامة وتصل للمئات تقريبا واليوم طبعا رح يتحفنا بموضوع غايف الأهمية وهذا هو الموضوع بعنوان المؤثرات الفضائية على المناخ والتغير المناخي الأرضي وفليتفضل يعني له علاقات واسعة جداً مع العديد من الجمعيات العلمية في الداخل والخارج فهو عضو في الجمعية الفلسفية الأردنية وكذلك الجمعية الفيزيائية الأردنية والجمعية الأردنية للتاريخ العلوم وهو الآن حقيقة يعمل باحث أكاديمي في المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء ومدير مختبر النجوم المتغيرة في المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء فتفضل دكتور حنى المايك معك الصوت الصوت ما في صوت الصوت رجع الصوت رجع الصوت نعم رجع الصوت فضل دكتور حنى نعمل شير سكريم أشكرك دكتور عمار على هذه التقدمة وطبعا محاضرتنا تحمل عنوان المؤثرات الفضائية على المناخ وتغير المناخ للأرض كما عشار الزميل وصديق دكتور عمار طبعا هو الموضوع له الكثير من المقدمات لكي نصل إلى الغاية اللي هي ما هي تأثيرات الفضاء على المناخ لأنه هذا نسمعه بشكل شبه يومي يعني هناك طبع من يقول بأنه ما نراه من مؤثرات في الطقس أيضا يعني في تغيرات اليومية وفي المناخ اللي هي الفترة الأطول تتعلق بتغيرات تأتينا من الفضاء طبعا هل هذا الكلام صحيح أم مبالغ فيه أم ماذا سنحاول في هذه المحاضرة أن نجيب عن هذا السؤال طبعا سنتعرض لتعريفات أساسية في البداية ثم سنتناول موضوع التغير المناخي ومسبباته ومن ثم سنتناول الأرض كمنظومة فضائية وفي النهاية من ضمنها طبعا التغيرات في المدار الأرضي والتغيرات الشمسية لأن هذه كلها مؤثرات فضائية محاولة ربط كل هذه الأمور ببعضها البعض وإن تبقى الوقت سأتكلم تحديدا عن الاحترار العالمي أو الاحتباس الحراري كما يقال بإجاز لكي نعرف ما هي هذه الظاهرة هل هناك تأثير للبشر أم لا طبعا هذا سنرى من خلال هذه المحاضرة بداية لنعرف الحالة الجوية أو الطقس ما يدعى بالإنجليزية weather الحالة الجوية هي حالة الغلاف الجوي بعناصره المختلفة من درجة حرارة، ضغط جوي، رطوبة نسبية، سرعة رياح، تقطية الغيوم، تساقط المطري، وغيرها من عناصر موجودة في الغلاف الجوي التي نسمعها بشكل يومي في النشرات الجوية وهذه الحالة الغلاف الجوي في منطقة ما بعناصرها تتعلق في منطقة معينة للأرض عند زمن معين يعني عندما نتكلم عن حالة جوية أو الطقس يجب أن نتكلم عن أي مكان، أي موقع من سطح الأرض وعند أي زمن متى، أين ومتى طيب هذا ضروري جدا، يعني الإحداثيات والزمان، الموقع والزمان ليش؟ لأن الحالة الجوية هذه بعناصرها تتغير من مكان إلى آخر ومن وقت إلى آخر إذن هي حالة لحظية متغيرة، متقلبة، سريعة التغير تمام، وهنا أود أن أذكر شيء بأن نتحدث عن التغير نسمع أحياناً بأن نشرات الجوية غير دقيقة أو أن مؤسسات التي تعنى بحالة الجو يعني عاجزة لا تملك الكثير من الأدوات أو إلى آخر ما نسمع من كلمات طب لماذا أحياناً نسمع النشر الجوية يقولون أنه بعد 6 ساعات، بعد 12 ساعة سيكون هناك مثلاً عاصفة إلى آخره تساقط مطري، ربما ثلوج متوقع إلى آخره ثم عندما نأتي إلى اللحظة المتوقعة لا يحصل ذلك أو يحصل شيء مختلف أو شيء يعني يختلف قليلاً أو كثيراً طبعاً علينا أن نعرف أن الجو هو نظام ديناميكي متغير الحالة الجوية نظام ديناميكي متغير متقلب وليس هذا فقط، يعني هناك الكثير من التغيرات مثلاً حركة الكواكب، الكواكب تتحرك ويمكن من معرفة موقع الكوكب في لحظة معينة ومعرفة المؤثرات المجاذبية إلى آخر أن نعرف موقعه في لحظة اللاحقة من خلال قوانين الحركة والميكانيكا الكلاسيكية مثلاً لكن في حالة القلافة الجوية هو نظام أعقد بكثير من حركة الكواكب هو نظام شواشي، كيوتك بمعنى آخر يعني تعريف النظام الشواشي هو النظام الذي يكون حساساً لشروطه الابتدائية يعني أي تغير في البداية الآن مثلاً أي تغير، ولو كان بسيطاً الآن في أحد المتغيرات أو البارامترات أو العناصر سوف يعطي تغيراً كبيراً لاحقاً هذا هو مفهوم النظام الشواشي، الكيوتك سيستم والحالة الجوية هي نظام شواشي وبالتالي هناك دائماً عدم دقة ما لا بد منها في النشرات الجوية أو في التنبؤات الجوية لما قلنا يعني هذا الموضوع بحاجة إلى محاضرة خاصة في المستقبل لكن يجب أن نعرف هذا الكلام لأنه حتى عندما لاحظوا في المرة الأولى وجود أنظمة شواشية كانت أصلاً من خلال دراسة نمذجة الطقس والحالة الجوية وسنعود إلى هذا في محاضرة المستقبلية إن شاء الله أما المناخ طايمة فهو الحالة الجوية المتوسطة الحالة الجوية المتوسطة أو المتوسط الإحصائي لعناصر الجو يعني لو أخذنا كل هذه القيم من درجة حرارة، ضغط جوي، رطوبة إلى آخره فالقيمها المتوسطة لهذه العناصر خلال فترات زمنية طويلة طبعاً هذه الفترات الزمنية الطويلة لا تقل عن ثلاثين سنة وقد تزيد عن مئات أو آلاف سنين يعني يمكن أن ندرس المناخ المتوسط متوسط الحالة الجوية من بضع عشرات إلى بضع آلاف أو حتى ملايين سنين في هذه الحالة فإننا نتحدث عن المناخ والمناخ بالمناسبة أو التوقع أو تنبؤ المناخ أسهل نسبياً من التوقع الدقيق لحالة الجوية ومع ذلك عندما نحاول نمذج المناخ على أبرى فترات زمنية طويلة فإن هنا تواجهنا مشكلة سنتحدث عن هذا الموضوع لاحق يعني قد تواجهنا مشاكل بسبب عدم تمكننا من معرفة كافة المتغيرات لكن المناخ إذن هو الحالة الوسطية لعناصر الحالة الجوية هذه صور مختلفة عبر أشهر مختلفة لمتوسط درجات الحرارة نوضح مثلاً أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، عودة إلى جانوري، فبرو طبعاً اللون الأزرق يشير إلى البرودة والأحمر يشير إلى الحرارة مناطق الأكثر حرارة فنلاحظ أنه يمكن لاحظوا شغله أنه عندما يكون الإقلاب الشتوي في النصف الشمالي هنا طبعاً عز الصيف لكن في النصف الشمالي إلى سكتبر أو أكتوبر بدأ الشتاء لاحظ أن منطق الزرقاء تتمدد إلى الأسفل وعند الربيع والصيف تبدأ بالنحصار نحو الأعلى وتأتي المناطق الدافئة هذا هو متوسط السقوط المطري لعدة أشهر أيضاً نلاحظ أيضاً أن السقوط المطري يرتبط بالفصول الأربعة في الفصل الشتاء نلاحظ أن السقوط المطري يزيد اللي هو باللون الأزرق أو الكحل الغامق وفي فصول أخرى الصيف يقل طبعاً نلاحظ في مناطق من العالم هناك شبه دائماً حالات مطرية وهي المناطق الاستوائية والمدارية إذن هذا باختصار تعريفات أساسية حول حالة الجو أو الوذر والمناخ ماذا عن التغير المناخي ومسبباته؟ طبعاً التغير المناخي أو ما يدعى بـ Climate Change هو تغير طويل الأمد في التوزيع الإحصائي للألماط الجوية خلال فترات زمنية طويلة إذن عندما تحدثنا أن المناخي يتعلق بالقيام الوسطى للمتغيرات الجوية فعندما تتغير هذه القيم الوسطى عبر فترات زمنية طويلة يعني تغير طويل الأمد في التوزيع الإحصائي لهذه الألماط الجوية أي في القيم المتوسط على المتغيرات الجوية خلال الفترات الزمنية الطويلة طبعاً عندها نتحدث عن تغير مناخي ولكن هذا تغير مناخي أو نقول التغيرات الزمنية فترات زمنية تتراوح من بضع عشرات إلى بضع ملايين من السنين طيب قد نجدها عبر بضع عشرات وقد تصل إلى بضع ملايين من السنين كما سنرى في هذه المحوضة طبعاً ينبغي عدم خلط ذلك مع التذبلب المناخي اللي هو تغير صحيح مدى أطول من حالة الطقس ولكن هو تذبلب تغير حول قيم وسطة ويمكن أن نلاحظ ذلك مثل تأثير ظاهرة النينيو وغيرها من ظواهر مناخية عبرها تعريف آخر مهم الاحترار العالمي أو الاحتباس الحراري Global warming أنا شخصياً أفضل الاحترار العالمي أكثر من الاحتباس الحراري كمصطلح هو يعني ازدياد درجة الحرارة المتوسطة للهواء السطحي على الكرة الأرضية مع ازدياد غازات الدفئة طيب من هذه الغازات غاز ثانيكسيد الكربون غاز الميثان وبعض الغازات منها طبعاً حتى بخار الماء يعني يعتبر من غازات الدفئة إذن ازدياد درجة الحرارة المتوسطة للهواء عند سطح الأرض هذا هو تعبير عن أن هناك احتباس حراري وهذه مسألة يعني لا تدخل فيه صلب موضوعنا لكن من لابد من الإشارة إليها في هذه المحاضرة نعم لو أتينا إلى مسببات التغير المناخي هناك مسببات بثارية اللي هي زيادة نسبة غازات الدفئة كما أسلت في الغلاف الجوي وهذا نتيجة النشاط البشري وهي بالمناسبة ظاهرة حديثة يعني فقط في القرن العشرين وتحديداً بدءاً من منتصف القرن العشرين وحتى الآن وهناك أيضاً مسببات طبيعية نذكر منها تكتونية الصفائح نعرف أن الصفائح الأرضية في حالة حركة مستمرة تمام وهي تتصادم في مناطق يعني تلتقي في مناطق وتبتعد في مناطق أخرى وتنتج ظاهر مختلفة من زلازل وبراكين وإلى آخره لكن هذه تكتونية الصفائح تؤثر في المناخ كيف؟ لأنه تغير في المعابر مثلاً ممكن أحياناً تنغلق بعض المحيطات ممكن تنفتح مناطق مائية جديدة تغير بالتالي من دوران الواتر سيركوليش بسموها دورة الماء والتائرات المياه الدافئة والبارية يعني تعيد توزيحها وبالتالي تكتونية الصفائح تؤثر في المناخ ولكن طبعاً عبر فترات زمنية طويلة يعني ما بتحصل بين يوم وليل أو بين سنة واخرة ولكن تحتاج إلى ملايين سنين البراكين طبعاً البراكين هي من العوامل الرئيسية في التغير المناخي ولكن قصير الأمد يمكن أن أقول كيف يحصل ذلك؟ البراكين تنتج كميات كبيرة جداً من الغازات والغبار وغيرها تخرج من هذا النشاط البركاني إلى العلاف الجوي وهذه السناج والغبار وغيرها والمعلقات تبقى في الغلاف الجوي لمدة أسابيع أو حتى أشهر أو يزيد وهذه تقلل من شدة الأشعة الشمسية ما يجعل هناك هبوط في درجات الحرارة وبالتالي لها تأثيرات مناخية ولكن لفترات قصيرة كما أسلفت هناك تغيرات في المحيطات طبعاً تغيرات في المحيطات والتيارات المائية يرتبط أيضاً بتكتونية الصفائح بالتأكيد لأنه كما أسلفت تغير توزيع القارئ يؤثر في المحيطات ويؤثر في التيارات المائية هناك أيضاً أول ثلاثة تغيرات في المحيطات تتعلق بالأرض هي مسببات طبيعية لكن تتعلق بالأرض نفسها لكن هناك تغيرات مدارية المدار يتغير هذا سنعالجه بالتفصيل وهذا يتعلق إذن بمؤثر فضائي هناك تغيرات في الطاقة الإشاعية للشمس وهذا أيضاً يعتبر تغير فضائي سنعالجه بالتفصيل لاحقاً هناك تغيرات أخرى مثل الاستضامات طبعاً موضوع الاستضامات نحن نعرف ربما علجنا هذا في حاضرة سابقة أنه استضام الأرض بجرم كبير قد يؤدي إلى انقراض جماعي كما حصل قبل 65 مليون سنة انقراض ديناصورات بسمه كيتي باوندري كريتيش ستيرجري قبل 65 مليون سنة اللي هي الدليل أنه حصل هذا الاستضام ويعتقد أن تغير الهائل الذي حصل نتيجة هذا الاستضام بسبب خروج كمية كبيرة من الغازات والغبار الغبار طبعاً قام بتغليف الأرض يعني انتشر في الغلاف الجوية فهبطت درجات الحرارة على الأرض وحصار لنا عمطار حمضية وكل ما إلى ذلك من عوامل كارثية أدت إلى القراض جماعي قبل 65 مليون سنة تضل أمنت ديناصورات وتقريباً 70% من الأنواع الحية الآن أعالج بإيجاز تاريخ المناخ على الأرض طبعاً هناك دراسات تقول بأن تاريخ المناخ على الأرض يتناوب أو يتغير بين نمطين عامين الأول يدعى بالغرينهاوس إيرث أرض البيت الزجاجي إن أردنا تجمتها وهي تعني أن هناك فترات دافئة بلا مسطحات جليدية إذا ما نقول أن الأرض فيها البيت الزجاجي أو أرض البيت الزجاجي يعني أن هناك لم يعد هناك مسطحات جليدية على سطح الأرض بالمقابل هناك ما يدعى بالأيس هاوس إيرث أو أرض البيت الجليدي تعني أن هناك هذا يعني باختصار هو عصر جليدي ولكن بمعنى أن هناك مسطحات جليدية على سطح الأرض لا بد من وجود مسطحات جليدية على سطح الأرض لكي نقول أن الأرض تمر في مرحلة الأيس هاوس إيرث ولكن في كل تلك الحالتين يعني سواء في الغرين هاوس إيرث أو الآيس هاوس إيرث نحن نتحدث عن فترات تمتد في ملايين سنين طبعا يمكن مراجعة مرجع جيمز لور بعنوان إيرث منشور عام 2007 يهالج هذا الموضوع بالتفصيل لو أردنا أن ننظر إلى يعني آخر أو التاريخ الأرضي عموما نجد أن هناك خمس أو ست عصور جليدية بمعنى الآيس هاوس لما أحكي عصر جليدها العصر الجليدي الكبير بستد ملايين سنين هنا خمس أو ست عصور جليدية معروفة خلال الثلاث مليارات سنة الأخيرة هذا يعني ما أمكن الوصول إلى حاليا طبعا نهيكم عن التسميات يعني التسميات طبعا تتعلق طبعا من خلال دراسات جيولوجية تتعلق بأماكن جغرافية معينة فأحيانا تعطى بتسميات مختلفة لكن هي ضمن حطب جيولوجية معينة طبعا البونجولا هو يفترض أنه هذا اسم عصر جليدي طويل امتد من 1900 قبل 1900 مليون يعني 2.9 مليار سنة 1900 مليون إلى 2780 مليون سنة ابتداده لكن الأشهر معلوماتنا عنه قليلة يعني هذا الأول لكن الأشهر هو بسمه الهورون أو الهورونين العصر الجليد الهوروني أو الهورونين امتد من 2400 إلى 2100 مليون سنة هناك بسمه الكريوجينين طبعا له تسميات مختلفة حسب المنطقة وطبعا له امتداد مختلفة سنتحدث عن هذا يعني ليش في عندنا احنا فترات مختلفة في ضمن العصر الجليدي الواحد طبعا نحن نحكيه ثم هناك الأنديان سهاران تسموه أنديان سهاران فترة أو عصر الجليدي الأنديان سهاران لحظة أنا كأنني مشيت من 450 إلى 420 مليون سنة هناك عصر الجليدي الكارو من 360 إلى 260 مليون سنة وهناك اللي هو يتضمن الكواتيرنري غلاسيشن هذا هو بهمنا بشكل خاص الكواتيرنري غلاسيشن هو آخر العصور الجليدية الطويلة طبعا الكواتيرنري غلاسيشن بسمه أيضا البيستوسين غلاسيشن إذن هي تسمية العصر الجليدي الأخير وهذا العصر الجليدي الأخير قد يستغرب بعض ما زال موجودا يعني نحن نعيش ضمن هذه الحقبة الجليدية وهذه الحقبة الجليدية أو العصر الجليدي لنقول تتضمن سلسلة متناوبة من الفترات الجليدية والفترات بين الجليدية فترات الجليدية بسموها غلاسيشن والفترات بين الجليدية بسموها انتر غلاسيشن بيريونس طبعا كرقم تقريبي بعطيكم order of magnitude يعني الفترة الجليدية أطول هي الفترة البرود طيب تمتد مئة ألف سنة والفترة بين الجليدية تمتد عشر تلاف سنة طبعا لما أحكي هاي أرقام تقريبية يعني زيدولكم أكم من ألف أو نقص أكم من ألف من كل وحدة نفس الشيء تمام لآن يعني لكي نفهم ما المقصود ب glacial و interglacial period ضمن العصر الجليدي في الغلاسيشن بيكون يعني الفترة الجليدية بيكون هناك تمدد زائد يعني صار في تبريد زائد وهناك تمدد زائد للمسطخات الجليدية في ال interglacial الفترة اللي هي بين جليدية تزيد قليلا درجات الحرارة طبعا متوسطات درجات الحرارة فينحسر الجليد قليلا ولكن يبقى في أماكن يعني حاليا في العصر الحالي هناك جليد طبعا في القطب المتجمد القطب المتجمد الجنوبية وفي جرينلاند وغيرها لأن هذه الكوترنر جلاسيشن الفترة هاي بدأت قبل 2.58 مليون سنة يعني 2.580 ألف سنة تقريبا وما زالت مستمر إذن هي جزء من العصر الجليدي الأخير ولو أردنا أن نطلع على آخر جليشيل آخر يعني فترة جليدية انتهت الفترة الجليدية الأخيرة قبل نحو 11.700 سنة وبدأنا بفترة بين جليدية إذن نحن بفترة بين جليدية تفصل بين فترتين جليديات وتدعى بالهولوسين هاليا طبعا هذه مصطلحات جيولوجية أنا مجيولوجية لكن هذه المعلومات ممكن نستقعها من الجيولوجيين بس يجب أن نعرف هذا الكلام وبالمناسبة يعني كان العلماء العلماء في السبعينيات يتوقعون أنه إحنا في نهاية الفترة بين الجليدية وعلى مشارف فترة جليدية أخرى في نهاية فترة بين جليدية وسنبدأ بفترة بين جليدية أخرى الآن سنتناول الكرة الأرضية كمنظومة فضائية تمام كمان الأرض كتلة الأرض تقريبا ستة في عشرة قوة 24 كيلو جرام وقطرها الاستوائي 12756 كيلو متر وهي ليست تامة التكور يعني لها التفلطة يمكن يعني لو طرحنا القطر الاستوائي ناقص القطر القطبي على القطر الاستوائي بيطلعنا الأوبليت ناس أو التفلطة هو تقريبا 3.3 بالألف ولها ميل محوري تقريبا 23.4 درجة بمعنى آخر أنه محور دوران الوهمي بالتأكيد يميل على العمودي على المستوى المداري بنحو 23.4 درجة وهذا الميل مهم جدا لأنه هو الذي أعطانا الفصول الأربعة ما سنرى طبعا المعادلة بسيطة لو أردنا أن نحسب هل الأرض في حالة تسخين أو تبريد مستعمل قانون حفظ نقول بأنه ما أنه ليس هناك حرارة تذكر متولدة أو مستهلكة في الأرض فبشكل أساسي ما يصلنا إلى الأرض من الخارج هي الشمس تحديدا ما تفقده الأرض N-Out يعني الوارد نعقص نطروح منه المنعكس أو الخارج هو المتراكم N-Out equals accumulation بهذه المعادلة البسيطة نعرف هل الأرض في عملية تسخين أم تبريد فإن كان الداخل يساوي الخارج تماما فبالتالي ليس هناك لا تبريد ولا تسخين لكي نفهم هذا علينا أن نتذكر أن الشمس ترسل لنا أمواج كهرومغناطيسية والأمواج الكهرومغناطيسية تذبدب في المجالين الكهربائي والمغناطيسي هذه الأمواج لها يعني شقين كهربائي والمغناطيسي وتمشي أو تسير في الفضاء بسرعة الضوء وما يميز موجة كهرومغناطيسية عن أخرى هو الطول الموجي والذي يرتبط فيه الترب الأمواج الراديوية طبعاً هاي كلها بتأتينا من الفضاء وبشكل خاص من الشمس أمواج الراديوية هي أطولها اللي بتكون أكبر من عشرة سنتيمتر طولها وهي أقلها تردداً وأقلها طاقةً ثم الأمواج الماكروية الماكرويف تتراوح بين عشرة سنتيمتر لحد واحد بالمية من سنتيمتر ثم الأشعة تحت الحمراء طبعاً لما يجعل الأشعة تحت الحمراء يفضل أن نستعمل الأنكسترومات أو النانوميتر الأنكستروم هو جزء من عشر مليار جزء من المتر والنانوميتر هو جزء بالمليار لو حكينا بالأنكسترومات الأشعة تحت الحمراء تتراوح بين سبع ألاف إلى مليون أنكستروم ثم يأتي الضوء المرئي كل ما هو بين أربعة ألاف إلى سبعة ألاف أنكستروم أو أربعمائة إلى سبعمائة نانوميتر هو ضوء مرئي بمعنى أن العين البشرية تستطيع أن ترى 700 أو 7000 أنكستروم هو حد الأشعة الحمراء و 4000 هو حد الأشعة البنفسجية طيب دون ذلك أقصر من 4000 ندخل في مجال الأشعة فوق البنفسجية وطبعا الأشعة فوق البنفسجية لها تقسيمات القريبة والمتوسطة والبايدم سموها UVA, UVB, UVC وهاي راح نحكي عنها شوي كما بعد قليل أقصر من 10 أنكستروم ندخل في مجال الأشعة الصينية ولغاية 10 أنكستروم وأقصر من ذلك ندخل في مجال الأشعة غاما طبعا هذه الأشعاعات كما هو معروف تأتينا من الفضاء عموما ولكن بشكل خاص من الشمس لأنها أقرب النجوم للأرض وهذه الأشعاعات طبعا تقطع لو حكينا عنها أشعاعات النجوم تقطع مئات أو ألاف وملايين سنين ضوئية لكن بالنسبة لنا أشعة الشمس هي الأكثر تأثيرا كما أسلف هذه الأشعة عندما تصل أعالي الغلاف الجوي تتعرض لكثير من التغيرات بسبب بشكل رئيسي الأمتصاص والتبعثر أو التشتت طبعا لو نظرنا إلى الغلاف الجوي الأرضي هذه طبعا صورة مبالغة فيها مكبرة للغلاف الجوي لتوضيح طبقات الغلاف الجوي نلاحظ أن الغلاف الجوي الأرضي ينقسم إلى عدة أقسام بدءا بتروبوسفير اللي هو أقرب الطبقات إلى الأرض يغلف الأرض مباشرة الطبقة المناخية ارتفاعها في المتوسط 11 كم طبعا ليش بحكيه في المتوسط لأن سماكة هذه الطبقة تتغير حسب المنطقة بتكون أسمك شيء عند الاستواء وأقل شيء عند الأقطاب طيب وينطبق ذلك على الغلاف الجوي عمما إذن متوسط ارتفاع تروبوسفير 11 كم في هذه الطبقة تحصل تغيرات الجوية الحالة الجوية تغير في درجات الحرارة والضغط والرياح والغطوبة كل العناء اللي بدرسوا الطقس أو المتيرولوجي بتخصصوا بشكل خاص في هذه الطبقة التروبوسفير بعد ذلك تأتي الطبقة الهادئة ستراتوسفير التي تصل إلى نحو 50 كم عن سطح الأرض وفي هذه الطبقة طبعاً ما فيش عندنا كثير تغيرات تذكر يعني مش زي التروبوسفير هي أهدأ وليس فيها تيارات أنيفة زي التروبوسفير لكن مهمتها أو يعني أهميتها بعفواً أنه تحتوي على غاز أو ثري الأوزون تركيز أعلى من غاز الأوزون طيب وبالتالي في هذه المنطقة يتم امتصاص الكثير من الأشعة فوق البنفسجية التي هي تحديداً UVB و UVC و UVB و UVC هي الأكثر خطورة على الكائنات الحية ومنها البشر ليش؟ لأنها أعلى طاقة طيب وقد تسبب طبعاً هي تقوم بتحليل الخلايا أو روابط الكيميائية في الخلايا إلى آخره وقد تسبب السرطان على كثرة تتعرض إلها فالأوزون يحمينا من الأوثري يحمينا من هذه الأشعة الضر ثم نأتي إلى طبقة الميزوسفير الوسطى وطبقة الثيرموسفير وعينوسفير والأجزوسفير هلأ غير ما ندخل بالتفاصيل لكن أود هنا أن أوضح أنه هناك يعني كيف تم تقسيم هذه الطبقات بهذا الشكل طبعاً هذا يعود إلى التغيرات في درجات الحرارة ففي طبقة التروبوسفير على سبيل المثال نلاحظ أن درجة الحرارة تقل بالطراد طبعاً بدءاً من سطح الأرض أنتكم مع هذا المحور الارتفاع عن سطح الأرض بالأمتار وهذا المحور السيني يعبر عن درجة الحرارة فدرجة الحرارة تقل بالطراد بالارتفاع عن سطح الأرض بالابتعاد عن سطح الأرض وصلنا إلى منطقة تثبت فيها درجة الحرارة نسميها Tropopause ثم تعود درجة الحرارة بالازدياد في ستراتوسفير ثم تثبت في ستراتوسفير ثم تقل في الميزوسفير ثم تستقر في الميزوسفير ثم تعود للتزايد في ثيرموسفير إلى آخر طبعا قد يتساءل البعض طبعا ما هذا السلوك الغريب؟ لماذا تتغير درجة الحرارة بهذا الشكل؟ طبعا السبب ببساطة لو أخذنا أول طبقتين على سبيل المثال Tropopause الأرض هي جسم صلب له درجة حرارة معينة طبعا فيه عليهم خطاط أين عم لكنه عموما هو جسم جرم سماوي صلب له درجة حرارة معينة ويشع طيب فبالتالي عندما نبتعد عن هذا الجسم الحار نسبيا أو الدافئ فإننا نفقد درجة الحرارة تقل وفي طبقة استراتوسفير التي تحوي غاز الأوزون كما قلت غاز الأوزون طبعا قلت أنه بامتص الـ UV الأشعة فقل النفسجية هذه الطاقة الممتصة أين تذهب؟ تتحول إلى حرارة فبالتالي إحنا في منطقة هاي نقترب من مناطق لفيها امتصاص لطاقة الأشعة فقل النفسجية فالمنطقة Tropopause ليش بصير عنا ثبات؟ لأنه إحنا منبتعدنا عن جسم دافئ لهو الأرض ونقترب من طبقات دافئة في استراتوسفير فتأثيرا ينبلغوا بعض طيب إلى آخره طبعا لما ندخل في الميزوسفير بصير في عنا تبريد لأنه ما في عنا امتصاص لـ UV وأمور أخرى وطبعا تعود العملية للازدياد لأسباب أخرى في منطقة الثرموسفير المهم الفكرة أنه هناك نظام الغلاف الجو الأرضي بالرغم أنه رقيق جدا قياسا بقطر الأرض لكنه نظام معقد بالمناسبة الآن بعض التأثيرات على يعني تأثيرات الغلاف الجوي تخديدا على الأرصاد الفلكية طبعا بهمنا نعرف بعض الأشياء طبعا عموما أثيرات طبعا كفلكين عم بحكي هناك ما يدعى بالإخماد أنا ما بهمني كثير موضوع الرصد بس عملية الامتصاص أو التشتت سواء الامتصاص أو التشتت نتميها الإخماد طيب الآن يجب أن نفهم قليلا حول الامتصاص بأنه مهمنا في سياق دراسة الغلاف الجوي هذا الرسم أو هذا المنحنى يعبر عن هو منحنى الامتصاص للأشعة الكهرومناطسية في المحور السيني يعبر عن الطول الموجي للأشعة الكهرومناطسية وفي المحور الصادي يعبر عن ارتفاع الامتصاص النصفي يعني عند أي ارتفاع يتم امتصاص نصف الكمية الواردة من أعالي طبعا بحسب الطول الموجي نلاحظ أن الأشعات جاما هي عالية الاختراق يتم امتصاص نصفها على ارتفاع 20 كيلومتر الارتفاع بالكيلومترات على نحو ارتفاع 20 كيلومتر عن سطح الأرض بيتم امتصاص نصف الكمية بينما الأشعة السينية هي حساسة جدا لطول الموجي الأشعة السينية الخشنة اللي هي عبارة عن أشعة قصيرة تخترق بيتم امتصاص نصفها على نحو ارتفاع 40 كيلومتر بينما الأشعة السينية الطويلة بسموها soft x-rays بيتم امتصاص نصفها على ارتفاع 120 كيلومتر UV بهذه المناطق لكن الوحظ أن هناك أيضا منطقة لا يوجد فيها امتصاص هذه منطقة الضوء المرئي هذه يسميها النافذة البصرية أو النافذة الضوء المرئي عشان هيك إحنا بإمكاننا أن نرصد يعني أجرام السماء وضمنها الشمس من خلال الضوء المرئي عيننا ترى بالضوء المرئي ليش؟ لأن الضوء ينفذ أمواج الضوء تنفذ تقريبا بلا امتصاص عبر الغلاف الجوي خصوصا لما يكون مفيش عنا غيوم إلى آخر بعدين الأشعة تحت العمراء تنتص بدرجات متفاوتة في الغلاف الجوي ثم نجد هنا نافذة أخرى نسمها النافذة الراديوية فأمواج الراديو أيضا تخترق الغلاف الجوي دون ما امتصاص تقريبا طبعا عمليات الامتصاص يمكن توضيحها أنها ترتبط بالجزئات المختلفة لو كبرنا هذه المنطقة اللي هي جاي ما بين الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء نلاحظ أن الأزون يمتص فاز الأزون كما سلف يمتص أمواج معينة الأكسجين يمتص أمواج أخرى عندنا الووتر فيبر بخار الماء يمتص أمواج مختلفة ثاني أكسيد الكربون إلى أخرى هذه يجب وركزولي على ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء لنا سنتحدث عن هذا الموضوع لاحقا هذه صورة بتوضح الطياف الانبعاث طبعا للتفكير أنه الشمس يمكن اعتبارها كجسم أسود بالفيزياء نسميه الجسم أسود يعني هو جسم المشعر المثالي يمكن اعتبار درجة الحرارة الشمس 6000 كيلفر تقريبا هي بأجل الدقة 5800 تقريبا فتشع بطيف واسع من الأشعة الكهرومناطسية والأرض هي جسم أبرد بكثير من الشمس يشع بنحو 300 كيلفن أو إذا بدكم دقة أكتر هي قريبا 298 كيلفن طبعا هون مفروض منحنا الأرض يكون أقل بكثير لتحد جاي بس رفع لأجل المقارنة نلاحظ أن معظم أشعة الشمس بيك تاعها يأتي عند الضوء الأخضر لو أردنا أن نعرف قمة الأشعة الشمسية تكون عند الضوء الأخضر طبعا لا نرى الشمس خضراء بالمناسبة ليش؟ لأن الضوء الأخضر جاي في منتصف الطيف بالمناسبة فالتأثير الإجمالي هو اللون الأبيض لون الشمس بيضاء طيب الأرض فيك الإشعة وقمة الإشعة تاعها أصلا بالإشعة تحت الحمراء طويلة حقيقة لأنها هي جسم أبعد هاي كلها حقاق لازم نتذكرها طيب نجي لها التشتت التشتت هو تغيرات أشوائية في تجاه حركة الأشعة الضوئية تختلف عن الامتصاص الامتصاص طبعا هون بس نوه لشغلة عندما يتم امتصاص طول موجي معين طاقته تغير تتحول لشكل آخر قد يعاد بعثها في أطول موجية أخرى طيب أو بتسبب اهتزاز أو بتسبب تذبذب في الجزئات أو غير ذلك أو انتقالات معينة طيب نغير ما ندخل في هاي التفاصيل الآن تشتت هو يقبر عن تباثر لكن إله أهمية من ناحية بيئية ومن ناحية المناخ تشتت الاعتياد الأشهر هو تشتت ريلي طيب وتشتت الآخر هو تشتت مي ما هو الاختلاف بين النوعين التشتت تشتت ريلي للأشعة الضوئية هنا نحكي للضوء المرئي يعني أن الأشعة المباثرة طيب تخيلها كتالي لأنها طول موجي أكبر بكثير من طول الجزئ المباثر اللي بسبب التشتت لو قد يكون نيتروجين أو غير ذلك في الغلاف الجوي لأنه أكثر بكثير فبعمل عملية توزيع أشوائي يعني الطول موجي لا يتغير للضوء وإنما هي تباثر يذهب في اتجاهات مختلفة ووجد أن مقدار هذا التباثر أو الأشعة المتباثرة تتناسب أكسياً مع القوى الرابعة للطول الموجي يعني باختصار مغير ما نوجه رأس بعض برياضيات أن الأطوال الموجية الطويلة اللي هي الحمراء لنقل نحو 7000 أنكستروم تتشتت أقل بكثير من الأطوال الموجية الزرقاء لماذا؟ لأنها أطول لأنه معكوس القوى الرابعة للطول الموجي رح أعطيكم مثال لو جبنا طرفين يعني واحد طول موجي 8000 أنكستروم لنقل طول موجي 4000 قسمنا 8000 على 4000 طيب اطلع 2 2 قوى 4 16 يعني الطول الموجي القصير اللي هو أبو 4000 أنكستروم يتبعثر 16 مرة أكثر من الطول الموجي الطويل اللي هو أبو 8000 أنكستروم طيب كيف تسبب هذا الظاهرة؟ بتسبب زرقة السماء في النهار ليش؟ لأن الضوء الأزرق قصير الطول الموجي وأيضا تسبب حمرة السماء عند الشروق والغروب ليش؟ لأنه مسار الأشعة لاحظوا مسار الأشعة عند الشروق والغروب يعني لو كانت الشمس مرتفع في السماء لاحظوا أشعتها طول مسار الأشعة قصير في الغلاف الجوي بينما عند الشروق أو الغروب طول مسار الأشعة أطول فكل الأشعة هون الزرقاء بتتباثر بتسيطر الأشعة الطويلة الحمراء والبرتقالية لكن الأخطر من منظور مناخي هو تشكت مي هو نوع من الانعكاس بشكل عشوائي على حبيبات الغبار والمعلقات تذكروا أن الحبيبات الغبار والمعلقات هاي بتخرج من النشاط البركاني بتخرج من الحرائق من النشاط البشري من الحروب إلى آخره هون حساسية الأشعة المتشتتة أقل تأثرا بالطول الموجي هي الأشعة المتباثرة واحدة على الآن يعني لو أخذنا حدين 8000 أنكستروم على 4000 أنكستروم الفاكتر أو العامل هو اثنين فبالتالي الأمواج الحمراء الزرقاء بهاي الحالة تتشتت ضعفين الأمواج الحمراء مثلا طيب مش 16 مرة أقل تباثر لكن إيش خطورتها إن هي بتحمل تزيد من الإخماد أو الإعتام يعني لو كان أنا كمية كبيرة من الحبيبات الغبار والمعلقات في الجو راح تعمل إيش بتخفف من شدة الأشعة الشمسية طيب وعدم نلاحظه على فكرة يعني اللي بذكر في قريبا بعد حرب الخليج سنة الـ 91 شتوية الـ 91 92 كانت حمرت السماء على فكرة اللي بتذكرها يعني اللي كان موجود بهذه الفترة طبعا كانت الحمرت الأفق عالية جدا بسبب ما نتج من تلك الحرب سواء من قنابل من العاخرة وأيضا من حرائق أبارة النفط وغيرها طيب ومنذكر أنه هذه كانت بسموه سنة الثلجات السبع هنا كانت سبع ثلجات حصلت في منطقتنا وبعضهم يعزوه إلى التأثيرات البيئية المحلية لتلك الحرب نجد الآن لمؤثرات فضائية أخرى عدد الشمس طبعا شمس رح نرجع لها أكثر نحكي عنها لننظر إلى موضوع المدارات الموضوع المداري طبعا للتذكير أنه هناك قوانين كيبلر تنطبق على حركة المدار الأرضي ومدار الكواكب وأيضا على المدارات بشكل عام يعني مدارات الأقمار حول الكواكب وإلى آخرية طيب فنبدأ بقانون كيبلر الأول طيب يقول أن المسار أو المدار الذي يتبع الكوكب حول شمس يقع في مستوى ثابت تقع الشمس فيه ويأخذ شكل قطع ناقص أو إهليلج بحيث تحتل الشمس فيه إحدى البؤرتين طبعا للتذكير أنه قانون كيبلر هذا جاء نتيجة دراسات رصدية عصاد كيبلر عفوا شو اسمه تاكب راه وكيبلر كان أحد تلميذه أخذ الداتا أو البيانات الرصدية لاحقا وقام بتحليلها وتوصل إلى أنه مدارات الكواكب حول الشمس لا تكون عموما دائرية وإنما إهليلجية بالشكل طبعا هذا الشكل إهليلجي مبالغ فيه للتوضيح يعني هذا بجوز بعض المذنبات بتاخد مدارات عالية الاستطالة زي هيك لكن بكفي نعرف أنه شكل الهليلجي هو الشكل العام لحركة الكواكب ونلاحظ أن الشمس موجود في البورة بمعنى آخر أنه الكوكب يكون أحيانا قريب جدا من الشمس وأحيانا بعيد جدا عن الشمس هون نسميها الحضيض أقرب نقطة وهون نسميها الأوج أبعد نقطة طبعا هذا بيعمل نوع من الموديوليجين أو تغير البسيط في شدة الأشعة الشمسية الواصلة للكوكب طبعا في حالة الأرض هذا التغير بسيط لأنه الأرض مدارها قريب من الدائرية لكن في عنا أجرام فيها مدارها عالي الاستطالة وبالتالي هناك تغير كبير في شدة الأشعة الشمسية بين الحضيض والأوج طبعا احنا بناش نطفل هلا كتير في التفاصيل بعملها بشكل خاص الاختلاف المركزي الاختلاف المركزي هي المسافة الفاصلة بين يعني لو قسمنا المسافة بين بقرتين في الشكل الهليجي على المحور الأعظم A A' يعني S S' على A' أو ممكن تحكي مسافة O S على O A على نصف المحور الأكبر هاي هي عبارة عن الاكسنتريسيتي فإذا كان المدار دائري الاكسنتريسيتي أو الاحتلاف المركزي يساوي صفر بالمناسبة يعني بيصفي عنا المحور الأصغر والمحور الأكبر نفس الطول فبيكون مدار دائري والبقرتين S و S' بنطبطوا على المركز طيب الآن لو نظرنا إلى دوران الأرض حول الشمس طبعا هاي الصورة هي توضيحية سكماتيك لأنه بتأكيد هي الشمس جاي منزاحة قليلا مش في المركز لأنه في البقرة لكن ما يهمنا هنا بشكل خاص أنه الميل المحوري شو بيعمل نلاحظ أنه ميل محور الأرض طبعا هاي خطة الاستيواء هي المنطقة الفاصلة بين نصف الشمالي ونصف الجنوب الأرض طيب طبعا خط الاستيواء يعرف طبقا لمحور الدوران يعني لم يكن في عنا محور دوران وهمي هذا المحور مائل لكن هذا المحور لو نصفنا يعني نحكي المستوى الذي يتعامد على محور الدوران وينصف الأرض إلى مستوية على نصفين متساويا نسميه خط الاستيواء أو دارة الاستيواء لأنه هناك ميل عن العمودي على المدار هاي المستوى المداري العمودي على المدار هايه لكن هناك ميل بـ 23.4 درجة هذا يعني أنه الشمس أحيانا تكون متركزة في النصف الجنوبي فبيكون عنا صيف في النصف الجنوبي من الأرض وشتاء في النصف الشمالي بعد ست أشهر بيكون عنا تركيز الأشياء على نصف الشمالي فبيكون عنا صيف في النصف الشمالي وشتاء في النصف الجنوبي وفي الحالتين هذول بيكون عندنا الاعتدالين الربيعي أو الخريفي فالتغير الأساسي بالمناسبة في سبب الفصول الأربعة ليس بعد الأرض عن الشمس كما يقال أحياناً وإنما السبب الرئيسي هو الميل المحول طبعاً الاكسنتريسيتي والاختلاف لمركز الأرض هو فقط 16 بالألف إي تساوي 16 بالألف ليس أكثر هو اختلاف مركزي بسيط فبالتالي بعد الأرض عن الشمس لا يلعب دور حاسم في التغيرات الفصلية بالمناسبة بين الحضيض والأوج متوسط المسافة بين الأرض والشمس هي 150 مليون كيلومتر تقريباً والاختلاف بين الحضيض والأوج يصل إلى 5 ملايين كيلومتر على فكرة لأن هناك نسمع زي مقولات شعبية إنه لو الأرض اقتربت قليلاً من الشمس فبالتالي سوف تحترقه ولو ابتعدت قليلاً عن الشمس فسوف تتجمد لا هذا الحكي مش صحيح الاختلاف بين الحضيض والأوج يصل إلى 5 ملايين كيلومتر الأرض لم تحترق ولم تتجمد لأنه 5 ملايين كيلومتر قياساً بين 150 مليون كيلومتر هو متوسط البور فبالتالي تأثير بسيط الآن بعد أن أخذنا فكرة ما عن المدار الأرضي يجب أن نتناول التغيرات في المدار الأرضي أو ما يدعى بدورات ميلونكوفيتش طبعاً هناك تغيرات دورية في العناصر المدارية للأرض سنتحدث عنها تصف نظرية ميلوتين ميلونكوفيتش وهو عالم صربي بنواسبة مجموع تأثير تغيرات الحركات الأرضية على المناخ الأرضي وبخاصة علاقة هذه التغيرات بدورية التغير المناخي الملاحظة على انطاق زمني متوسط يصل إلى ناحية 100 ألف سنة تذكروا لما حكينا عن العصول الجليدية أو الفترات الجليدية بالإحراء أن الفترة الجليدية تصل إلى 100 ألف بعدين في عنا فترة بين جليدية بحدود 10 ألف طبعاً give or take زيادة أو بنقصان ولكن كيف يمكن أن نفسر هذا النمط الملاحظ فميلونكوفيتش قدم الطروحة بالأول يعني لم تحظى باهتمام لكن مع دراسات الحديثة وجد أنها يمكن أن تفسر لنا ولو جزئياً هذه التغيرات المناخية أول تغير بهمنا هو تغير الاختلاف المركزي للمدار اللي حدثنا عنه طبعاً حالياً تغير عفواً الإكسنتريسيتي للأرض أو الاختلاف المركزي هو 16 بالألف لكن هذا الحال ليس دائماً هناك تغير مستمر يتراوح من أدنى 5 بالألف يعني ما يكون الاختلاف المركزي 5 بالألف يعني تقريباً المدار يكون دائري طيب ويصل إلى 6% 6% أكبر من قيمة الحالية للـ 16 بالألف يعني تزيد الإهليلجية والاستطالة تزيد لكن من هذا المقدار الصغير إلى الأكبر وعودة إلى المقدار الصغير هناك دورة تصل إلى 100 ألف سنة لا أخذوا الرسمتين من دائرة إلى شكل إهليلجي وبالعكس في دورة تستغرق نحو 100 ألف عام تغير الآخر هو تغير ميل المحور الأرضي أيضاً محور الأرض تحدثنا عنه الدوراني ليس دائماً الميل 23.44 درجة وإنما هناك تأرجح طيب بين 24.5 أقصى ميل يصل محور الأرض وأدنى 22.1 الدورة هاي يعني من الأقصى إلى أدنى وبالعكس تستغرق 41 ألف عام طيب هناك أيضاً الحركة البدارية المحورية بسموها actual precision هناك أنواع من الحركات البدارية أهمها بسموها الحركة البدارية المحورية خاصة بالمحور تستغرق 25.800 سنة طبعاً رح أحاول أبين ما المقصود فيها يعني لو أخذنا قلم هاي المحور الأرضي طيب الأرض بدور ومحورها مائل بنحو 23.4 درجة بهالشكل لكن هذا الميل مع كل دورة بتزحزح بعض الشيء مع كل دورة بتزحزح بعض الشيء فبالتالي بعد تقريباً 13 ألف سنة نصف الدورة بعد بيكون بهذا الاتجاه بيصبح بهذا الاتجاه بعد كمان 13 ألف دورة أو سنة يعني برجاء بنطبق على نفس الاتجاه هذه أيضاً من المؤثرات في المناخ من دورات ميلونكوفيتش يعني طبعاً هناك ما يدعى بالحركة البدارية لخط الخضيد الأوج أو بسموها خط القبوين يعني الخط الواصل بين الخضيد والأوج أيضاً متغير طبعاً هاي التغيرات بالمناسبة بسموها في علم الميكانيكا السماوية أو الإضطرابات هي تأثيرات يعني مجموعة تأثيرات المختلفة للأجرام السماوية ككل صحيح أن الأرض هي بشكل أساسي ممكن نعالج دوران الأرض حول الشمس أنه عبارة عن مسئلة الجسمين كانوا فقط أن الأرض والشمس لكن القمر له تأثير مهم طيب كتلة واحدة على واحدة منين من كتلة الأرض وهناك تأثيرات عشوائية لكواكب كل هذه تغير من العناصر المدارية فالمخور الواصل بين الحضيد والأوج يتغير باستمرار التزحزح ويسبب مثل يعني يؤثر أيضاً على الحالة المناخية طيب أيضاً تغير الماء المداري للأرض نفس المستوى المداري أيضاً يتغير أو يتأرجح في هذه الفترة تصل إلى مائة ألف سنة طبعاً نسبة لإيش دائماً نأخذ نعتبر أنه الأكبر جرمين في النظام الشمسي هما الشمس والمشتري فمدار كوكب المشتري طبعاً إحنا في النهاية المشتري هو واحد على ألف من كتلة شمس فتقريباً أنه الشمس والمشتري يدوران حول مركز كتلة مشتركة هذا المستوى المداري للمشتري والشمس يدعى بالمستوى اللامتغير فلقاص مستوى الماء المداري للأرض نسبة إلى المستوى اللامتغير هناك تذبذب أيضاً فترته مائة ألف عام نسبة إلى المستوى اللامتغير إذن داخل هذه الدورات مع بعض ذكرتها يعطينا هذا النمط الذي رأيناه في عصر الجليد الأخير من تعاقب للفترات الجليدية والفترات بين الجليدية طبعاً لا يمكن أن ننائز ذلك فقط إلى التغيرات المدارية هناك عوامل أخرى قد ترتبط بالتغيرات الشمسية قد ترتبط بالبراكين إلى آخرين الموضوع أعقد منه لأن دراسة المناخ على مدى طويل الأمد هي عملية أيضاً معقدة نأتي الآن إلى التغيرات في الإشعة الشمسي طيب ثم هذه صورة للشمس ما حدا يشوفها عادة بعينيه بهذا الشكل تظهر الطبيعة الحبيبي لأنه أخذت طبعاً بأشعة فوق بنفسجية تظهر أن الشمس لها طبيعة حبيبية سطح الشمس يعني وهذه الحبيبات أو ناشى عن عبارة عن خلايا الحمل كونفكشن زي تخيلوا أنه في عنا سطح ماء في حالة غليان طيب فلما يكون في حالة غليان الجزء الساخن من خلية الحمل بصعد إلى الأعلى لأنه بيكون أقل كثافة هناك بتبرد وبتزيد كثافة وبرجع بنزلت في عملية زي خلايا حمل ونستميها طبعاً الشمس ليست سائل بالتأكيد ولكنها غاز وغاز متعين سميه بلازما هذه المناطق الخارجية من الشمس يكون انتقال حراري بشكل طيارات الحمل أو خلايا الحمل طيب فنحن نرى هذا السطح سطح خلايا الحمل طيب ونلاحظ وجود أماكن لامعة وألسنة لامعة هاي كلها تعبر عن النشاط الشمسي اللي راح نرجع له بعد قليل طبعاً نتذكير فقط أنه درجة حرارة الشمس تقريباً درجة حرارة المؤثرة كجسم أسود هي 5780 وقتلتها 2 في 10 قوة 30 كيلوغرام هي أكبر الأجرام في النظام الشمسي هذه صورة أخرى للشمس مأهودة بالأشعة السينية طيب تظهر مناطق الحدوث النشاطات يعني النشاطات الشمسية هناك العديد من نشاطات الشمسية بجوز ما في مجال الدخول فيها بس بنحكي عنها باختصار ونلاحظ أيضاً أنه خلال الكسوف الشمسي هذا كسوف شمسي تام هناك هذه أشعاعات ما هذه أشعاعات هاي مش طبعاً أشعة عادية مش يعني ريس وإنما تدفقات غازية بلازمية تخرج من الشمس نسميها الإكليل طبعاً بتكون قوية خلال ذروة النشاط الشمسي وبتكون ضعيفة تضمر خلال يعني أدنى النشاط الشمسي طيب وأيضاً يعني بتخرج منها التدفقات ما سميها رياح الشمسية طيب فلنعود إلى النشاط الشمسي بس لتذكير أن الشمس هي في النهاية نجم حي بمعنى أن هناك حالة إيزان بين التمدل الحراري النووي والانقباط الجاذبي طبعاً هذا رسم تخطيطي فالتفاعلات الاندماجية الحرارية في قلب الشمس تتعلق فقط بعشرة بالمئة من الكتلة الشمسية تحصل عملية الاندماج النووي هيدروجين أو بروتون مع بروتون بسموها سلسلة بروتون مع بروتون بروتون سايكل بتأدي إلى إنتاج هيليوم والفرق بين كتلة أنوية أو براءة الهيدروجين وذرة الهيليوم الفرق بينها بتحول إلى طه لأن كتلة النواتج المواد المتفاعلة الفرق في الكتلة بتحول إلى طاقة وبعد هيك المناطق الخارجية طبعا هاي زي ما حكيت رسم بس تخطيطي للتوضيح في عنا تمدد حراري نووي وفي عنا انقباض جاذبي مدام هناك اتزان بين تمدد الحراري والانقباض الجاذبي نحكي أن الشمس في حالة حياة طيب الشمس يعني عند المدار الأرضي يوصلنا منها نحو 1400 وط لكل متر مربع يعني عند المدار الأرض لو تجيب ورطة أو كارتون أو شيء من هذا الطبيل مساحتها متر مربع تستقبل نحو 1400 وط طبعا خارج الغلاف تمام ولو حسبناها الشمس تفقد من كتلتها بفضل هذا التحول نووي نحو 4.5 مليون طن في الثاني الوحدة تفقد من كتلتها نتيجة الاندماج النووي لكن لا خوف على نفقدها لأنه قتلتها أصلا هاي الى 2 في 10 قوة 30 كيلوغر هذه صورة أكثر واقعية لما يحصل داخل الشمس إذن في عنا في القلب هون كور أو القلب حيث تحصل الاندماج الاندماجات النووية ثم يكون الانتقال الحرارة بالإشعاع في الأول بسمه Radiative Zone منطقة الإشعاع وفي المناطق الخارجية حيث تزيد كثافة الطبقات يصبح انتقال حرارة بالحمل كما ذكرت وصولا إلى سطح الشمس اللي بسمه الفوتوسفير تمام طبقات متعددة بين يعني ما بعد الفوتوسفير في عندنا الكروموسفير وعندنا الكورونا أو الكليل هذه كلها تغير وتتقلع باستمرار مع حصول تغير النشاط الشمسي طيب طبعا درجة الحرارة في باطن الشمس على فكرة هائلة جدا تصل إلى نحو 14 مص أو 15 مليون كيل طبعا هاي كلها نماذج فيزيائية رياضية لما يحصل في قلب الشمس الآن للتفكير ان الشمس والنظام الشمسي ولدت قبل من السحابة الأولية من الغاز والغبار قبل نحو 4.6 مليار سنة نحن الآن هنا على المحور الزمني قبل 4.6 مليار سنة ولدت شمس عندما بدأ التفاعلات النووية وصار فيه عندنا اتزان بين تمدد الحرارة النووية وانقباض الجاذبي ونلاحظ أنه الشمس بدأت تسخن يعني الشمس قديمة كانت أقل درجة حرارة عند سطحها وتقريبا كل مليار سنة تزيد درجة حرارة سطح الشمس بنحو 10% لنحكي وبالتالي لما تفكروا في المستقبل نحن الآن موجودين هون بعد مليار سنة وبعد ست مليارات لما يصير عمر الشمس ست مليارات سنة ستكون الشمس أسخن بعد سبع مليارات أسخن وأسخن إلى آخرين وفي النهاية عندما تفقد ينضب الهيدروجين في قلبها سوف تنتقل إلى تفاعلات أخرى طبعا ستنتقل تفاعلات النووية الدماجية يعني البروتون إلى طبقات الخارجية المحيطة بالقلب فتتمدد الشمس بشكل عملاق أحمر بينما ينهار القلب بشكل قزم أبيض فلو أردنا أن نفكر بها من هذا المنظور فإنه كل مليار سنة هناك ازدياد في درجة الحرارة فبالتأكيد هذا يعني أن الشم الأرض أيضا ستزيد درجة حرارتها نتيجة أن الشمس نفسها متغيرة والشمس نفسها عم بتزيد درجة حرارتها فبالتالي يعني كبشر باتوقع أنه إن بقي هناك بشر بعد مليار سنة سيكونوا يأما غادروا إلى كواكب أبعد في النظام الشمسي أو غادروا النظام الشمسي برمته تلاحظ أنه ما يميز النشاط الشمسي اللي حكيت عنه في البداية هو عدد البقاء الشمسي هاي البقاء الشمسي بالمناسبة هي مناطق أقل سخونة نسبيا من سطح الشمس هي ساخنة جدا على فكرة بضع علاف يعني متوسط درجة حرارت الشمس حوالي 5800 حكيت هاي بتكون أقل بنحو ألف درجة أو أكتر من المحيط فتبدو داكنة لكن هي حقيقة ساخنة جدا طيب وعدد وجد أنه عدد هذه البقاء يعني بتتولد هاي البقاء في أماكن معينة من سطح الشمس بزداد عددها تدريجيا وبتتحرك أيضا وبتوصل ذروة عددها وبعدين ترجع بتنقص في دورات رح نشوفها بعد شوي طبعا هايذي صور مختلفة للشمس في أطياف مختلفة لهذا سبب نلاحظ أنه من الضروري جدا دراسة الشمس بكافة الأطياف لكي نفهمها بشكل أفضل طبعا هون في عنا كسوف صناعي بسمه كورونوغراف لرؤية التدفقات الكتلية التدفقات الكورونا والأكليل اللي شفنا قبل قليل طبعا هايذي التدفقات لها تأثيرات على الاتصالات وعلى ما يدعب سبيس وذر لكن طبعا هاي صورة البقعة أو الكلف الشمسي لأن لو ننظر إلى عدد البقعة الشمسية طبعا منذ أن بدأ أول ما نلاحظ على الفكرة البقعة الشمسية كان قليليو قليلي بالتلسكوب البسيط طبعا هو دفع ثمن غاليا لأنه نظر للشمس باستخدام التلسكوب طبعا أطلفت خلايا الشبكية عنده لكن لاحقا يعني بآخر حياته أصبح ضرير تماما يعني ما كان في حدا يحذره يحكي له ما تنظر إلى الشمس باستخدام التلسكوب حقيقة دائما نحكي له هوات الفلك خصوصا خلال الكسوف أو العبور أو غيره أنه إياك أن تنظر إلى الشمس باستخدام التلسكوب أو باستخدام المنظار إلى آخره لكن قليليو ما كان في حدا يحذره وكان أول ضحية لهذه العملية جميع الأحوال نلاحظ أنه هناك منذ أن بدأ توثيق عدد البقعة الشمسية بشكل منهجي تم تغطية 24 دورة والآن بدأنا في الدورة رقم 25 كل دورة عبارة عن إيش ازدياد في عدد البقعة الشمسية إلى الذروة ثم نقصان ازدياد نقصان إلى آخره طبعا مع وجود تذبدبات بالتأكيد لكن نحكي عن قيم الغسطة طيب فإحنا أنهينا الدورة 24 وبدأنا بالدورة رقم 25 دورة النشاط الشمسي اللي هي تعبر عنها عدد البقعة الشمسية ويختبط بهذا النشاط أيضا سيورات في يعني الإشاع الشمسي الكلي لاحظوا أنه أنا أعطيت رقم 1400 وط لكل متر مربعة هذا رقم تقريبي لو أردنا أن ندرسه بشكل أضاق هو يتراوح بين تقريبا 1300 يعني هو يقل قليلاً عن 1366 وط لكل متر مربع ويزيد قليلاً عنها فيه تذبذب تذبذب بسيط modulation بسمه طيب ووجد أنه هذا الموديوليشن يرتبط بـ solar cycle بدورة النشاط الشمسي لكن هذا التغير البسيط غير كافي بالمناسبة أنه يعملنا تغيرات مناخية طيب فطبعاً ظهر منذ بضع عقود يعني بعد تطور تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية كما يدعى بحالة الجو الفضائي أو space weather أو تقص الفضاء باختصار الآن لو نظرنا إلى الشمس طبعاً تخرج منها كميات كبيرة جداً من التدفقات عدل إشعاع الكهرومناطيس اللي حكينا عنه التدفقات غازية بلازمية متنوعة منها رياح شمسية منها التدفقات الإكليلية إلى آخرين وهذه عبارة عن إيش هي أصلاً رياح شمسية وهذه التدفقات عبارة عن مواد متأينة غازات متأينة يعني عبارة عن بروتونات بشكل رئيسي بروتونات وإلكترونات وأنوية هليوم وما شابه لكن بشكل رئيسي بروتونات وإلكترونات عالية الطاقة سريعة الحركة طيب وبما أنها مشحونة فهي تتأثر بالمجال المغناطيسي للأرض هذا يمثل خطوط المجال المغناطيسي للأرض فطبعاً المجال المغناطيسي للأرض يتفاعل مع هذه الجزيمات ويحيدها كونها بتصير بتاخد زي مدارات حلقية وبتنتهي في المناطق القطبية اللي هي عند الأقطاب المغناطيسية للأرض تتجمع في المناطق القطبية الشمالية والجنوبية وتترجم عندما تتفاعل مع الغلاف الجوي مع جزئات الغلاف الجوي بتعطينا ألوان مختلفة مسميها الأورورا أو الشفق القطبي طيب فدورة بالمناسبة ودورة البقعة الشمسية هو منتصف الدورة المغناطيسية يعني إحنا أول 11 سنة بيكون في قطبية معينة للبقعة الشمسية في الدورة التالية للشمس يعني نشاط الشمسي تنقلب المغناطيسية وفي الدورة التالية تنقلب مرة أخرى وبالتالي الدورة الكلية للنشاط المغناطيسية الشمسية هي ضعفين ال11 يعني تقريبا 22 سنة طيب فهذه كل هذه التعبان تؤثر على المغناطيسية الأرضية لكن لغاية الآن ما هو مؤكد أنها تؤثر على الاتصالات تؤثر على الإلكترونيات تؤثر على يعني سواء حكينا أجلزة جي أين أس أس جي بي أس قمارة حديد الموقع بتأثر على العيون سفير طبقة العيون سفير اللي بتأثر اللي هي لها علاقة بالاتصالات بتأثر حتى على فكرة المولدات الكهربائية والمحولات أيضا تتأثر بهذا النشاط الشمسي وحصلت عدة حالات أشهر عام 2000 انقاطعة الكهرباء في منطقة كيبك في كندا بسبب النشاط الشمسي الزائد طبعا عسى بالمثال يعني كيف تحصل أنه بتخرج إشي بسمه CME Corona Mass Ejection اللي عبارة عن كتلة غازية ضخمة طبعا هاي الكتلة الغازية هي فقاعة ضخمة من الغاز لكن قليلة في الكثافة لكنها بلازمية مشحونة فلو راحت هاي الفقاعة البلازمية في اتجاه معين والأرض كانت في اتجاه آخر ما في خطورة لكن في بعض الأحيان يحصل أنها بتتصادم مع الغلاف المغناطيسي الأرضي وتترجم بشكل أرورا في النهاية وزيادة في تدفق هذه هي عبر عن تيارات كهربائية لما نفكر فيها ممكن تزيد الحمل على المولدات الكهربائية وعلى المحولات الكهربائية وتؤدي في النهاية إلى احتراقها أو صهرها إلى آخرين فانتقطع الكهرباء في كيبك عام 2000 على ما أذكر نتيجة نشاط شمسي زي هك وأيضا فقدنا الاتصال بنحو 2000 قمار الصناعي خطورة هذه إذن النشاط الشمسي بهذه الحالة المؤكدة هي خطورة على الكهرباء على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات طبعا هون أريد أن أنوه أنه عام 1859 فيما يدعى بالكارينغتون إيفنت معظم أجهزة تيليغراف كانت عام 1859 يعني ما كان فيها تكنولوجيا متقدمة سوى أجهزة تيليغراف للاتصالات اللي كانت تتعمل مورس كود فقدنا وصار عندنا يعني تشويش في معظم أجهزة تيليغراف في العالم وتم ربطها بنوع من العاصف الجيومغناطيسية اللي هي ناشئة عن ظاهرة شمسية أو نشاط شمسي زائد ويعتقد أنه لو حصل النشاط أو نحكي عاصف الجيومغناطيسية الآن في هذا العصر كتلك التي حصلت قبل يعني عام 1859 أكثر من 150 سنة لا عدنا ربما في فترة ما إلى العصر الحجري تخيلوا نفسنا بلا اتصالات بلا أجهزة يعني ما فيش أجهزة نظمة بنكية ما فيش كهرباء فيش إلكترونيات فيش إتصالات يعني طبعا الخسارة المباشرة قد تكون قليلة لكن غير المباشرة ستكون بتريليونات من الدولارات أيضا رح تأثر على حياة الإنسان لأنه حياتنا حاليا مرفهة بسبب بفضل الكهرباء والإلكترونيات طبعا هناك كمان مستشفيات هناك ناس يعني بتعتمد حياتهم على وجود الكهرباء والإلكترونيات هاي صورة للشفق القطبي إذن باختصار نعود إلى الفكرة الأساسية هناك من يقول بأن التغيرات الشمسية أو النشاط الشمسي يؤثر على المناخ كما رأينا أن التغير الموديوليشن في شدة النشاط الشمسي لا تكاد تذكر يعني تأثيرها بسيط لكن وجدت دراسات أن هناك زيادة في نتيجة النشاط الشمسي زيادة في الإشعاع فوق البنفسجية الإشعاع فوق البنفسجية الإشعاع فوق البنفسجية يتم امتصاصها وين زي ما حكينا معظمها في طبقة استراتوسفير بفضل وجود غاز الأوزون فالسؤال هنا إن كان هناك ترابط ولكن غير مباشر يعني زيادة النشاط الشمسي ممكن إنها تعمل نوع من التسخين وقلة النشاط الشمسي تعمل نوع من التبريد طبعا تم ربطها بأنه هناك في القرن الرابع عشر والخامس عشر حصل هناك تبريد بسمون ربط الموندر منموم عفوا اللي هو اختفاء البقعة الشمسية بالعصر الجليدي الصغري طبعا هذا العصر الجليدي هو مش عصر الجليدي هي فترة ما في هذه الفترة صار في تمدد قليل للجليد في أوروبا أجل من شمال أوروبا وتمدد إلى الخطوط العرض الوسطى البعض ربطوا بالموندر منموم اللي هو اختفاء البقعة الشمسية في فترة ما طبعا قد يسأل سائل كيف عرفوا ما كانش فيه هناك لسا أجهزة رصد وكالسكوبات طبعا أجلت من خلال دراسة حلقات الأشجار يمكن معرفة دراسة النشاط الشمسي من خلال دراسة جذوع الأشجار جميل أحوال في ناس ربطوا بين الموندر منموم وبين العصر الجليدي الصغير هذا اللي حكينا عنه في أوروبا لكن بنفس الوقت كان هناك أيضا نشاط بركاني كبير ففي ناس بيحكوا لا أنه العصر الجليدي بدأ قبل الموندر منموم طيب وبالتالي أنه ربما كان له تأثير ضعيف لكن جميل أحوال الموضوع لم يحسم إلى الآن بخصوص النشاط الشمسي إذن النشاط الشمسي اللي هو النشاط هذا الصغير المدى يعني 11 سنة أو 22 اللي هو دورة البقعة الشمسية ودورة المغناطسية الشمسية قد يكون لها تأثير ولكنه غير مؤكد لكن على المدى الأطول هي فترة المليار سنة هي تغيرات نووية بالتأكيد فإن الشمس عم بتزيد درجة حرارتها وحتما ستؤثر على المناخ الأرضي طيب طبعاً تأثير الاستضامات حكينا عنها تأثير مدار القمر بالمناسبة القمر يبتعد عنها بنحو 5 سنتيمتر كل عام طبعاً هاي المعلومة مش حساب وأنا ما قياس ما كان حدا بيعرف هاي الحقيقة وبمناسبة بفضل رحلات أبولو إلى القمر اللي هي 6 رحلات هبطت على سطح القمر أبولو 11 و12 13 فشلة طبعاً 14 و15 و16 و17 6 رحلات لأبولو قام رواد الفضاء بتنصيب عواكس يعني عبر عن مرايا نوع من المرايا على سطح القمر وتم قياس المسافة بين الأرض والقمر باستخدام بسم كلمتين أنه تم قياس المسافة بين الأرض والقمر باستخدام الليزر واكتشف أن القمر يبتعد عنها تدريجية طبعاً هذا سيؤدي في مرحلة ما طبعاً إيش بيؤدي أول شيء بيقلل تأثير الجاذب للقمر على الأرض بيقلل تأثير المد والجزر طبعاً المد والجزر إيش من فاعد أنه أصلاً تعمل عملية تحريك أيضاً يعني بتعمل عملية التسخين يعني مواجه المد سواء في المحيطات أو في عملية أو في أو في اليابسة نفسها اليابسة نفسها على فكرة بتتعرض لمد والجزر لكن أقل يعني أقل ظاهرية من تأثير المواعع اللي هي سواء البحر أو المحيطات والهواء فبالتالي تأثير المد والجزر سيكون أقل كل ما يبتعد وفي النهاية هذا حتماً سيؤثر على المناخ الأرضي يوماً ما سنفقد القمر تماماً بعد بضع ملايين السنين سيبتعد كثيراً سنفقده تماماً لماذا؟ لأن ربما سيصبح أسير للشمس نفسها ويصبح زيك كأنه كوكب يدور حول الشمس طبعاً أنا هنا بس كلمتين ما ليش عشان أختم اللي حصل في العصر الحديث أنه هذا طبعاً موجود من التقرير رح أشيره إليه بالنهاية أنه درجات الحرارة بآخر مئة سنة واضح أنها بدأت بالإزدياد وتم ربطها بأنها ناتجة عن أثير غازات الدفئة غازات الدفئة يعني تاني أكسيد كربون وبخار الماء والميثان بشكل رئيسي ناتجة عن نشاط البشري الصناع طيب ووجد أن هناك علاقة بكأكد الوجود إزدياد بدرجة حرارة طيب ومرتبط بإزدياد غازات الدفئة طبعاً هذا الموضوع بحاجة أنا برأي إلى محاضرة منفصلة ومهمة أن نعرف عنها لكن هناك مؤثرات واضحة لاحظوا هون فقط أثير عام 1884 بتشير إلى المساحات الجليدية في المنطقة الشمالية ولكن هون من لاحظ كيف تقلصت كثيراً عام 2016 يعني خلال نحو 32 سعام طيب من المؤكد أن هناك يعني أثير للنشاط البشري لكن إلى أي مدى ما أنسى يغلب لأنه إحنا في النهاية طبيعة ماشي بطوانينها وهناك تدخل بشري كيف سيعدي ذلك إلى ماذا سيعدي ذلك هذا ما سنراه يعني في السنوات المقبلة لكن بدأنا نحصد هذه النتائج بالفعل كل هاي المتغيرات اللي احنا شايفينها ومنعيشها حالياً العلمات المناخية الغريبة اللي عم نعيشها ناتج عن التدخل البشري ويمكن أن تجدوا تقرير مفصل بشيء اسمه Climate Science Special Report طيب قمت بتحضيره مجموعة من العلماء الأمريكيين يمكن أن تجدوا التقرير المفصل وموجز عنه أيضاً بثول يعني اعملوا Climate Science Special Report US Global Change بطلع عندكم على جوجل وهو قبل التحميل كاملاً مجانياً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مرحباً أهلاً 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 أ في الحقيقة إلى الحقائق الفلكية وهي يعني مبسطة أو تبسيط فلكي بامتياز من النظام الشمسي إلى حتى الجيولوجي وانتقلنا من الاكسنتريسيتي والمدار شكرا لك دكتور حنة كما عودتنا دائما وعود جمهورك خاصة من الجمهور العام بالتبسيط العلمي فشكرا لك كثيرا الآن نفتح باب النقاش لجميع الضيوف يمكنكم الآن طرح الأسئلة عن طريقين إما برفع اليد الإلكترونية يمكن رفع اليد الإلكترونية وبالتالي نعطيكم أولوية الحديثة في أربعة أقريبا رفعوا أيديهم وأيديهم وأيضا في هناك أسئلة بالشات مباشرة أيضا موجود بعضها ربما فسوف نأتي عليها إن شاء الله واحدة وتلو الأخرى الآن سأفتح الميغرفون لريم العكش محفظ الألقاب جميعا يعني نتكلم بالاسم مباشرة أنا مروان شويكي فتفضلي سيدتي ريم تفضلي اسألي سؤالك مباشرة الصوت معي الميغرفون مساء الخير طبعا ما في ألقاب يعني من بعض ألقابكم جميعا ما شاء الله يعني الواحد بيحتر كيف تيسنادي عليكم ويسميكم دكتر حنة الأخوة الأخوة الفلاكية مرسي كثير عن جد يعني مش عارفة من أين بلش بالأسئلة بصراحة مثل ما قال دكتر مروان هي يعني كثير يعني بتحيرك من أين تبلش بالسؤال هلأ أنا بدي بس يعني أختصر بكتير يعني بالأشياء اللي بدي أولا هلأ لما كانت تحكي دكتور حنة عن البريسيشن والدوران المحوري تبع الأرض هو اللي بيأثر أكتر شي على موضوع الشمس والتأسرات الشمسية علينا طيب أنا بدي أتحول معك لجهة الثانية دكتور حنة إذا رحنا إحنا على طبقات الغلاف الجوي وعملنا بتنفسهم طبقات الغلاف الجوي مثل هي عبادة عن غازات طيب ما نحن شرحناها دائما بنحكي عنها لو عملنا تأثير على كل نوع مثلا إحنا بنعرف مثلا البروتون إلى بروسيشن معين في كل زرة ولو عملنا هل تأثيرات حادي وهو نظام الأتموسفير كامل هو مثل نظام الفلترة كيف لازم في الخلية الجسم تقريبا نفس الشي يعني مع اختلاف التشبيهات لكن هل لو غيرنا في نوعية معينة وعملنا فيها عن طريق استخدام الأشعة أصلا نفسها الموجودة الكونية أو إحنا نأثر فيها في طريقة معينة تعمل مثل الشيلدينج أو شيء زي هيك هل ممكن يصير هذا في المستقبل مثل هيك هذا واحد اثنين في خلال دراسي كنت عم شوف في نوع من الطبقة اللي بتسمى في I think في الميزوسفير فيه إشي اسمه D والE والF فهم الأقرب الطبقات هلأ بصراحة شرحين عنهم بطريقة كتير مختصرة وكانوا زي الأنون يعني ليش سموهم هيك أو شو هن بالزبط يعني بصراحة تأثيرهم بلو نهار بس حدول أوكي ماشي شكرا أنا سري يعني أنا أمضي على لك شكرا ريمة على سؤالك عشان الواحد بنسل أسلة أول واحد كان أعلى المكونات طبعا تغيير المكونات بالتأكيد رح يغير من مدى امتصاص أو عدم امتصاص الغلاف الجوي لأطول موجية معينة طبعا أو وضع غبار يعني هنا فيه أنها شي اسمه Climate Engineering هندسة المناخ هي طبعا ما تزال في مراحل تجربية فيه مقتراحة مثلا وضع كمية من الغبار أو المعلقات في طبقة ستراتوسفير مثلا لأعلم التروبوسفير وكأنها طبقة هادئة فتبقى فيها هالمعلقات فترة طويلة هاي بتعمل عملية بتأثير تشتت مي اللي حكينا عنها بتعمل عملية حجب جزئي لأشعة شمس يعني بتعمل عملية تبريد على سبيل المثل طبعا هناك مقترحات زي هيك أعتقد حتى إيلون ماسك كان عنده أفكار زي هيك يعني لكن هاي بدها موافقة يعني دول كاملة بجوزة لازم تتم عن طريق منظمات دولية زي الأمم المتحدة والمنظمات البيئية والمناخية التابعة إلها لأنه تأثيراتها مش متأكدين شو ممكن تعمل يعني ممكن تعمل تأثير سلبي الضر أكتر مما تنفع على سبيل المثال الآن شيء آخر إنه موضوع مثلا غاز ثاني أكسيد الكربون وجوده في الغلاف الجوي طبعا البشر هم اللي زادوا طبعا كان الحد النظري إنه 350 بي بي أم هو طبعا موجود بالمقاطير الضعيلة فوجود تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي القل من 350 بي بي أم جزء بالمليون نكون في السيف سايت زي ما بيحكوا يعني تأثيره بيكون علينا محدود لأن شو بيعمل الأشعة الشمس الحرارية يعني تاخدين الأشعة تاخد الحمراء بتخترق معظمها أو جزء منها على الأقل الغلاف الجوي بتضرب الأرض بتم امتصاص جزء منها جزء من عكس والأرض بتعود بتشع لكن الأرض لما تشع طبعا بذكركم أن هي أبرد من الشمس بكثير فبتشع بأطوال موجية أطول هلأ موجة طويلة بمنع خروجها إيش غاز ثاني أكسيد الكربون فشو بيصير عندنا؟ بيصير ظاهرة الاحتباس الحراري هاي هي الفكرة أن المواجهة الطويلة الخارجة من الأرض بتم حبسها منع خروجها زي ما بيحصل في ظاهرة البيت الزجاجي المستخدمة في البيوت البلاستيكية المستخدمة في الزراعة ليش النباتات بتظل دفيانة؟ لأن أشعة الشمس أو جزء منها بفوت وما بيعود مضم وما بيعود يطلع خاصة من الأشعة الحرارية شيء مشابه بيحصل في الغلاف الجوي الأرضي وحقيقة أول من لاحظ هذه الشغلة أو تم تنلاحظتها على كوكب الزهرة كوكب الزهرة اللي هو أبعد من عطارد يعني عن الشمس وجد أنه درجة حرارته أعلى في المتوسط من درجة حرارة عطارد فكان هذا السؤال ليش؟ فوجد لاحق أنه الغلاف الجوي للزهرة مليء 97% منه مليء بغاز ثاني أكسيد الكربون فبعمل عملية الاحتباس الحراري في عنده تسمى هرانوي جرينهاوس إفكت طيب فباقتصار تغيير مكونات الغلاف الجوي أو وضع مكونات جديدة بالتأكيد سيؤثر سلباً أو إيجاباً يعني بزيادة أو بنقصان على المناخ هذا شيء وارد يعني ممكن يحصل في المستقبل سؤال آخر بخصوص DEF هاي طبقات موجودة في الآيونوسفير طبقة المتأينة مش ستراتوسفير اللي هي عبارة عن مناطق طبعاً ليش تتأين؟ بسبب أشعة عالية الطاقة للشمس تحديداً الإكس ريز وقاما ريز واليوفي لحد ما ولكن أيضاً بسبب رياح الشمسية فبصير عندنا منطقة فيها إلكترونات حرة وهذه الإلكترونات الحرة بتعمل عملية انعكاس للأمواج الراديو مش كلها يعني لأطوال موجية مختلفة من أمواج الراديو لترددات معينة بتعكس أمواج الراديو وتستخدم في الاتصالات طبعاً الشمس لما تكون مواجهة الأرض لما تكون مواجهة للشمس بتظهر طبقات معينة من الآيونوسفير فبتعمل عملية عكس في الليل تختفي هالطبقات لأنه هاي الإلكترونات بتختفي ليش؟ بترجع على ذراتها بتبطل حرة فعشان هيك نفقد الاتصال في ترددات أخرى وهي طبعاً شغلة معروفة عند المهندسين الاتصادات شكراً 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 دكتور حنا let me just thank our friend Colin Hensho hi how are you so I'm really happy and very proud to see you here in the entire presentation you are there I don't know how much you understand Arabic but it's a really good idea if you would like to ask anything or to say something I will open the mic for you if you wish before we go for the other the other participants questions you can say something now Colin please okay thank you very much Marwan I'd like to extend my thanks to Dr. Hanna for a very enlightening presentation it was wonderful to see him again and I was fascinated by several things that he mentioned in particular the Milankovitch cycles and and the the effect on ice ages but one thing I don't know whether he mentioned it or not but one effect that's that has caught my attention in the past and that and that is the Mycenaean salinity crisis in the Mediterranean when the Mediterranean actually dried up due to the due to a jostling of continental plates between Africa Asia and Europe and the the Straits of Gibraltar dried up sorry closed up and the rate of evaporation of the Mediterranean exceeded the input from rivers so it just it just evaporated and was reduced to a few saline lakes so that sequestered a lot of salt out of the out of the oceans which was never replaced and and that would lead to freezing point elevation so when you got salt water the freezing point is lower than what you would get with fresh water so the freezing point of seawater is substantially lower than that of pure water but if you if you subtract the salt out of it then the freezing point goes up and with the juxtaposition of the continents around the north pole that would encourage the formation of sea ice and then the Milankovitch cycles would kick in up to up to the late Miocene the effect of the Milankovitch cycles apparently was not that obvious but after the polar ice started forming then they became significant and you had the rhythmic advance and retreat of ice sheets yeah Colin I don't know if Dr. Hannah would like to comment on your comments or not but let me just remind you we are actually very very soon we will call you or invite you for a lecture about the Milky Way one of you got lectures here in this forum please in this virtual forum okay okay Hannah would like to say something well that's very interesting the point he raised up in fact I need to be investigated further because I don't have much information about this particular event but I would like to really study it in more detail and maybe one day we will organize another lecture about this particularly it's very interesting okay thank you very much Colin for this thank you sir it's a pleasure to see you again I wonder how much you understood even the numbers Hannah used is the eastern one the Indian not the Arabic I think he knows them even those numbers no problem okay maybe another question in English Ahmed Abu Khdar okay so let me open the mic for you thank you professor I want to ask a question for Colin Hinshah I'm very interested about the geology of earth and how outside effects and what I mean by outside is just outer space effects the geology of the earth I want to ask how do scientists know the geological events that happen on earth because there are lots of interesting geological events and geographical events and all of the above so for example the ice ages how do we know the ice ages happen because there are lots of features we can observe of the ice ages which existed and passed but no longer exists and how do we know when mass extinctions happen how do you know what caused those mass extinctions like there are some scientists who say some particular mass extinctions they were caused by astronomical events we all know the mass extinction of the cubix crater I think it's called the cubix crater I'm just very bad at pronouncing Mexican words and but there are more obscure ones such as how some people say I forgot what's the name of this extinction event but there's an extinction event some people say happened because of a gamma ray burst which was aimed at earth which eliminated a lot of life on the planet caused a massive extinction event there are also astronomical events which led into multiple different events in earth geologic time scale for example I think there are some astronomical events which are connected to the ice ages or the glacial maximum maxioms as they're called actually we can observe the ice age because technically the ice age is still going on as long as there's one permanent ice sheet on earth there is still a glacier maximum so you have something such as antarctica how can we use these things to to figure out the geologic timescale of earth how do we figure out the mass extinctions how to figure out all of them so what in brief what I'm asking you is how do scientists manage to find out what caused an event in earth history and when it happened and how it happened thank you professor let me address the first point about how we can tell there had been ice ages I mean in the United Kingdom one of the things that we can see in our mountainous areas is what we call a U-shaped valley and a U-shaped valley can only be formed as a result of a glacier having passed in that valley during the period of glaciation because normally when you have a valley formed the profile of the valley is V-shaped rather than U-shaped so a V-shaped valley would be a valley that was created by a river but a U-shaped valley would be created by a glacier and we see these in a lot of mountainous areas that had been glaciated in the past so you will see them in the UK and the mountainous areas we have here you will also see them in Scandinavia and in the Rocky Mountains in the United States and also in the Alps in Switzerland and Austria now another effect related to ancient glaciations is the effect of glaciers dumping material in the sea so you will get a glacier that picks up rocks and soil and all sorts of material that it passes over and then it reaches the sea eventually and it passes out over the sea and then the ice begins to melt and these bits of rock inside the glacier then drop down to the seabed and you will find stones in the marine deposits now in the Cryogenian period about 700 million years ago we had a global glaciation and what they call a snowball earth or a slush ball earth and the evidence of this is what they call drop stones and I actually have one here this is evidence that glaciers had dropped material into the oceans where there's no ice at the moment and in the case of the snowball earth situation some of these deposits were near the equator at the time so the glaciation was almost global in fact there's been a couple of these it was the Huronian glaciation around about 2100 million years ago and the cryogenian about 700 million years ago okay thank you very much colin do what's comfortable for you that's 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 the have already answered is my voice clear very clear thanks i want to thank professor colin henshaw for his excellent answer وباستخدام مفهوم العمر النصف يعني half life للمواد المشاعة بمكان نقدر أعمار طبقات مختلفة وأيضاً من خلال الرسوبيات يعني بمكان نقدر من خلال سماكة الطبقة أو عمقها وإحنا عارفين معدل الرسوب بمكان نحسب عمر هاي الطبقة لكن مثلاً الموضوع القراض الجماعي الأخير قبل 65 مليون سنة يسمي الكاتي بووندري ووجد أنه هناك كمية من عنصر الإيريديوم اللي هو عنصر مشع وموجود في النيازك بشكل خاص مش وجود كثير على الأرض مادر وجود على الأرض وهاي الطبقة يعني اللي بتحتوي على الإيريديوم اللي هي الكاتي بووندري هاي سماكتها بتزيد بالطراد موجودة في كل الأدحاء الكرة الأرضية لكن سماكتها بتزيد باتجاه معين وجد أنه المنطقة الأسماك هي موجودة في شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك واسمها تشيكسلوب كريتر هذا الاسم جزء تحاول تحكي يا أحمد تشيكسلوب كريتر هي مغطاة طبعاً بجزء منها تحت الماء في خليج المكسيك وجزء عليها بسيو مغطاة بطبقة من الرسوبيات طبعاً تم اكتشافها خلال دراسات الرادارية مواجر الرادار يعني خلال الأخمار الصناعية وقطر هاي الفواها نحو 190 كيلومتر وجودنا تحدث عنها بمحاضرة سابقة لما حكيت عن الفواهات النيزكية لكن هذا السيناريو الأرجح أنه هاي أجت نتيجة ضربة نيزكية هذا النيزك كان بيحتوي على قنصر الإيريديوم ضمن أشياء أخرى وسوى الكارثة وهو الانقراض الجماعي اللي حصل حبل 65 مليون سنة وقضى على الديناصورات وعلى 70% من الأنوال الحية سبيشيسي شكراً لك دكتور حنى أيضاً على الإجابة سؤال عن الأبرج سبوت أنت قلت كل 11 سنة أو بيصير دابل كل 22 سنة بيصير عليها صحيح وهذا الشيء ممكن يأثر على الاتصالات فهل هم من لما بلش المرحلة الاتصالات الآن هل صار عليهم تغيير هذا الشيء يعني هل أثر عليهم هلأ أو رح يكون في المرحلة في هذه السنوات القريبة هلأ هو عموماً متوقع كل ذروة النشاط الشمسي حتى الآن احنا خلصنا السولر مينمو يعني قاع النشاط الشمسي خلصنا منه لعام الماضي وبلشنا بالدورة الجديدة الآن ذروة النشاط الشمسي رح تكون تقريباً بعد خمس سنوات طيب يعني بدأ أشبهها أنا بالفصول الأربع لما يكون عندك فصل شتاء طيب تتوقع أن يصبح عندك منخفضات وأمطار وعواصف لكن أمتى بالضبط ما حدا بعرف يعني هاي ممكن ندرسها في حيني إنه شايفين المتخفض جاي وإلى آخر تتشكل واقتربوا فنفس الشيء احنا كل تقريباً لما نكون لو أحدنا مثلاً ذروة النشاط الشمسي قبل 11 سنة مثلاً نعرف أنه بعد 11 سنة رح تكون فيه ذروة النشاط الشمسي هلأ عن ذروة النشاط الشمسي بتزيد البقعة الشمسية بتزيد السن اللامعة وبتزيد كل هاي الظواهر بما في ذلك الكرونال ماس إيجيكشن الكرونال ماس إيجيكشن هو اللي بيأثر هو أخطر شيء على فكرة لأنه هاي لو ضربت بالأرض بتزوي لنا العاصفة الجيومغناطسية اللي بتأثر على الاتصالات لكن زي ما حكيت هاي الكرونال ماس إيجيكشن لما تطلع مشرط أنها تضرب مباشرة من الأرض ممكن تروح في اتجاه آخر يعني الأرض هي جسم بتحرك مدارياً حول الشمس فممكن تروح بأي اتجاه وتأثر بطرائق مختلفة لكن لو صادف إنها أجت بتجاه الأرض وتفعلت مع المجال المغناطسي للأرض وسوت أنها زيادة في العبل الكهربائي أو شيء بتأثر على الاتصالات بتأثر على الأقمار الصناعية بتأثر على طبقة الأينوسفير بتأثر على المولدات الكهربائية طبعاً وكمان منطقة تأثيرة بتعتمد يعني مش شرط ممكن تكون جلوبل شاملة زي ما صار عام 1859 وممكن تكون موضعية فهي التفاصيل ما منعرفها مسبقاً إلا لما تحصل أو قبل بساعات المشكلة غيرت الآن ما في عنا حماية منها طيب جيد إن أخد سؤال من النصوص الشات يسألك الأخ سيك الجهيشي هل تتوفر بيانات لهذا الموضوع بحيث يمكن أن نعمل أطروحة دكتوراه علماً أن يحاص على شهادة باكاليوريس في علوم الغلاف الجوي وماجستير في الاستشعار عن بعض عن البيانات يسأل إذن للدكتوراه بيانات لهذا الموضوع بالتأكيد في بيانات لكن بحاجة ل دعني نحكي هاي الموضوع مش سهل يعني هلأ بعرف في مصر في زملاء بعملوا دراسة بين تأثيرات النشاط الشمسي على سبيل المثال النشاط الشمسي والمناح تمام لكن الموضوع فيه صعوبة يعني بأعتقد ممكن بالتأكيد يعني ممكن نعمل دراسات أطروحات مجستير ودكتوراه على الموضوع يعني بالتأكيد الجواب نعم طيب جيد أيضاً قبل ما أروح لسؤال من بالمانغروفون من الأخ لطفي خلينا أخذ كمان سؤال بعد ابنك أخي لطفي نأخذ من من فلة داود تسأل تقول السلام عليكم جميعاً فعلاً كانت محاضرة غنية جداً سؤالية محور حول إمكانية تقديم ملخص عام حول موضوع دراسة النشاط الشمسي من خلال حلقات جذوع الأشجار إذن يتذهب إلى جذوع الأشجار وطرق ذلك وقواعده وشكري المسبق يعني تسأل عن إمكانية إلقاء محاضرة من هذا النوع حلوة فكرة جميلة آه ممكن نعمل النشاط الشمسي ما قبل التلسكوب ما قبل اتراع التلسكوب نعم نعم يعني هاي تعطينا فكرة بضع مئات من السنين يعني حفي الأرض هي تعطينا ملايين آلاف وملايين هاي تعطينا بضع مئات نعم فهذه مهم جداً يعني إذا بنتكلم عن أن يشتول بضع مئات الآن أخونا لطفي أين أنت؟ لم تعد ترغب بالسؤال أخ لطفي خفطت يدك آه أين دي دكتور طيب إلى دكتور دكتور نجات العبيدي دكتورة نجات دكتورة نجات العبيدي فلطفاً السؤال تفضل دكتورة نجات دكتورة نجات كانها كانها راحت أعتقد موجودة مرة أخرى اختفت من الشاشة فعلاً هي لا أستنى هاي موجودة نفتحنا المايك نجات السلام عليكم السلام عليكم طبعاً أنا أعتذر لأنه الإنترنت عندي يفصل فسؤالي حتى على السريع وحب أشكركم طبعاً بالتأكيد بالبداية ومحاضرة كانت رائعة والمناقشات أرواح شكراً فسؤالي أنه ذكرت حضرتك دكتور حنة أنه الغلاف الجوي في الأقطاب يكون سمك أقل مما هو في خط الإسواق ممكن توضح للموجودين راح الصوت بأعتقد لا تسأل السبب في أنه هو عموماً أعتقد مرتبط بالدوران يعني الغلاف الجوي يدور مع الأرض يدور تماماً يتحرك مع حركة الأرض الدوران المحور يعني أو الدوران حول المحور وبالتالي هو عرضة أيضاً لقوى الطرد المركزي تمام فبالتالي أي جسم تخيلوا أي جسم كرعوي لما يدور راح يتعرض لقوى طرد مركزي أكبر شيء عند الاستواء أي كرع يعني عم بتدور راح تتعرض لأكبر قوة طرد مركزي عند الاستواء لأنه هي أبعد نقطة عن المحور وقل شيء عند الأقطاب ففي تصوري أنه هذه قوة طرد المركزي هي السبب في أنه شكل الغلاف الجوي مش كروي عموماً وإنما منبعج بعض الشيء يكون انبعاجه أكبر ما يمكن عند الاستواء وقل شيء عند الأقطاب نعم إذن دكتورة نجاة رجعت وإذا في أي شيء ما كنت إذا رجعت التصلات طيب الأخ سيد لطفي من جزائر أعتقد يمكنك فاتح الميكروفون لطفي قاسمي وتبدأ بالسؤال فضل خلط في مفتوح الميكروفون عندك ليش تغلقه الآن أنا فتحته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أحييك دكتور مروان أهلاً وسهلاً بيك شكراً عن اللقب أنا مش دكتور دكتور حنة أحيي أيضاً دكتور حنة وشكراً جزي عن المحاضرة الطيبة حقيقة نافعة جداً سؤالي هو فيما يخص ظاهرة الاحتباس الحراري دكتور حنة لأننا نحن هنا في الجزائر ندرسها فيما يخص تلوث الغلاف الجوي إلى غير ذلك هل حقاً نظرية الاحتباس الحراري ما زالت قائمة خاصة أنه في السنوات الماضية مرت القرى الأوروبية بموجة كبيرة من خفاض درجة الحرارة مما قد يجعلها أن هذه النظرية ضعيفة هل ما زالت قائمة حقاً شوف أخي دكتور قاسمي حقيقة الاحتباس الحراري يتعلق بمتوسط درجة حرارة الأرض ككل وهناك تلائل قوية يعني قياسات مباشرة أن درجة حرارة الأرض هي في ازدياد مستمر يعني خلال القرن الأخير ربما ما كان في مجال العرض كل السلايدات آخر شيء كنت أتكلم باختصار عن الموضوع لكن سنترك الموضوع هذا لمحاضرة كاملة عن الاحتباس الحراري مهم جداً أن نعرف عنها هناك دلائل قوية أنه متوسط درجة حرارة الأرض في ازدياد طيب وهي مرتبطة ارتباط واضح إحصائياً يعني أيضاً بازدياد تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفئة عموماً في الغلاف الجوي التبريد الموضعي في إحدى الشتويات أو الآخر هذا لا يعني أنه نحن في مرحلة تبريد نحن نحكي عن درجة الحرارة الإجمالية متوسط إجمالي درجة حرارة الأرض في ازدياد وهذا مؤكد وبالتالي الاحتباس الحراري هو التفسير الأكثر ترجيحاً حالياً لتفسير هذه المشاهدة أو هذه القياسات لدرجة الحرارة في ازدياد يعني ازدياد درجة حرارة الأرض في المنطة وسط هذا مؤكد لكن تفسيرها الأرجح هو الاحتباس أو غازة نفس الكربون وغازات الدفئة أو الاحتباس الحراري إن شاءت شكراً شكراً كان في وين كان في أمير حناشي يبدو غادر كان في رفع يده أمير كان يشبك ويطلع بعرفش في مشكلة كان عنده مشكلة معينة طيب إذن الآن يبدو أنه انتهت الأسئلة سؤال أو ملاحظة آه هيو ملاحظة من حناشي أمير أمير حناشي ستطلق برنامج بين أذكركم أن أسرار الكون بشراكة جزائرية أردنية كل خميس ببث مباشر شكراً يا أمير شكراً لك طيب إذن في الآن سؤال جديد من عمر محمد تفضل تفضل أخي عمر الميكروفون معك يمكن أن تسأل شكراً جزيلاً دكتور مروان ودكتور حنة أنا بس نحب نشكر الدكتور حنة على المحاضرة القيمة بس ما عندش سؤال يعني كروشياس الموضوع وحضرة مفيدة جداً شكراً جزيلاً على تنظيم المحاضرات المفيدة هذين برك الله وفيك شكراً دكتور عمر أهلا وسهلا فيك في أي وقت شكراً لك نحن نشرك شكراً لك طيب في نهاية هذا اللقاء يعني و يعني بجو وبمناخ جميل يعني بدون تغيرات فضائية وإنما بتغيرات فضائية جميلة مع القمر مع النجوم نترككم لكن قبل ذلك نشكر يعني الدكتور حنى صابات الدكتور المعروف بتقديم المحاضرات التي مخصصة للجمهور العام بتبسيطها باللغة العربية ويعني حقيقةً كانت محاضرة رائعة جداً لأنها استوفت حقوق يعني زيارة في 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 جوانب مختلفة من علوم من فيزياء إلى إلى جيولوجيا إلى فلك فشكراً لك دكتور حنى هي متعددة الجوانب والمداخل هي فعلاً متداخلة جداً يعني فشكراً لك ونشكر حضوركم أخواتي وأخواني في هذا في هذا المنتدى الفلكي الافتراضي في الجمعية الفلكية الأردنية ونلتخ إن شاء الله في ربما الخميس القادم كعادتنا وأيضاً سيكون قريباً لقاء إن شاء الله محاضرة من صديقنا الأخ كولن هنشو فلكي الهاوي الفلكي البريطاني المعروف كولن هنشو وهو مكتشف على فكرة واحد من مكتشفي سوبر نوفا 87A يعني في سنة 87 نعم في 87 فبس إن شاء الله سنستضيفه قريباً نتكلم عن الملكيوي أو ضرب التبانة إن شاء الله سنجدك إن شاء الله الإنفتيشن كولن شكراً لكم شكراً لكم جميعاً ونلتقي إن شاء الله قريباً شكراً لكم شكراً لكم جميعاً شكراً لكم